موسيقى طيب الأوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كوشك الصحافة التي نبدأها كالعادة بالعنوين الموقع بوست منظمة إنقاذ الطفولة الدولية الحرب ورثت الخوف والاكتئاب للأطفال في اليمن ومن موقع العرب الجديد يقول إن الدراما اليمنية في الحجر الصحي أيضا ومن أخبارنا المنوعة بطائرات خاصة وإخوة فارهة الميريارديرات يفرون لملاذات آمنة من كورونا أهلا بكم تظهر التقارير الدولية كل مرة لتقول إن أخطر آثار الحرف اليمن هي على الطفولة والطفل حيث أظهرت دراسة أجرتها منظمة سيف ذا شيردلين غير الحكومية كما جاء في الموقع بوست أن خمس سنوات من الحرف اليمن تركت آثار مدمرة على الصحة العقلية لجيل كامل من الأطفال ودفعتهم إلى حافة الاكتئاب بحسب الدراسة فإن طفلا من أصل خمسة أطفال قال إنه يشعر دائما بالخوف والحزن تأتي هذه الدراسة في وقت يهدد فيه فيروس كورونا المستجد النظام الصحي المتلدي أصلا بسبب الحرب الدائرة منذ خمس سنوات ولم تسجل في اليمن التي تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم أي أصاب بعد وفقا لمنظمة الصحة العالمية لكن هناك خشية كبيرة من أن يتسبب الوباء حال بلوغه أفقر دول شبه الجزيرة العربية بكارثة بشرية منظمة سيف دا شيردلين قالت إنها قابلت 629 طفلا تتراوح عمارهم بين 13 و 17 عاما و 627 من الأبوين وغيرهم من مقدم الرعاية في محافظات عدن ولا حجوة عز سليمان وبحسب الدراسة الكبرى وبحسب الدراسة الأكبر من نوعها منذ بدء النزاع في اليمن فإن 52% من الأطفال قالوا إنهم لا يشعرون بالأمان عندما يبتعدون عن والديهم بينما قال 56% منهم أنهم لا يشعرون بالأمان إذا مشوا وحدهم يوضح السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان الآلية التي اعتمدت عليها أمليشي الحوثي لتحقيق تقدم على حساب القوى الوطنية وكيف تستمر في نهجها القديم وهو التسلل عبر الشروخ بين القوى اليمنية مضيفا في مقال تنشره بالقيس تواصلا مع الحقيقة التاريخية التي تقول إن الأئمة طوال فترات حكمهم ظلوا يستمدون قوتهم ومشروعية تسلطهم من الخلافات التي نشبت واستحكمت حلقاتها بين الزعامات والقيادات المجتمعية والقبلية اليمنية فإن الحقبة الجمهورية لم تشذ بعيدا عن هذه الحقيقة فقد بدأت بتصفية القيادات الوطنية التي دافعت عن سبتمبر منذ أحداث أغسطس 1968 ثم صياغات تحالفات سلطوية بعنوان جمهوري ومحتوى مختلط ومراوغ كان أن فتحت الباب أمام تسلط قوى اجتماعية وسياسية قامت بتجريف الجمهورية وتركتها بلا مضمون شعبي أو وطني وهو الأمر الذي امتد بعد ذلك إلى الوحدة التي تعثرت بمفاهيم سريالية للدولة لم تصمد أمام تحديات الحاجة الوطنية لدولة تتجاوز ذلك التاريخ الانقسامي الذي تعثر فيه اليمن الطويلة وكان أن خذلتها في أكثر اللحظات مواءمة لبناء تلك الدولة المعبرة عن مشروع الوحدة كان من الطبيعي أن يستمر الخذلان بعدئذ في تكوين البيئة التي مكنت هذه الطبعة من الإمامة من الانقلاب على الدولة وهي كما قلنا من أكثر الطبعات تخلفا وحقدا واندفاعا نحو الانتقام ولا يزال الوضع كما هو عليه حتى اليوم حيث تتغذى هذه الجماعة من تناقضات وخلافات الصف الذي تصدى لمقاومة مشروعها وتبرز هذه الحقيقة التاريخية في أوضح تجلياتها كما شرحناه في أكثر من مناسبة محكمة حوثية تصدر حكم بالإعدام على عشرات الأشخاص ومصادرة ممتلكاتهم منهم من هو ميت بالفعل يقول موقع المصدر أولاين أن محكمة حوثية قضت بإعدام العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء خمسة وثلاثين مدرع الذي شيع جثمانه لألاف من أبناء محافظة تعز الجماعة الماضية وإلى جانب العميد الحمادي أصدرت المحكمة أيضا حكما بالإعدام على أكثر من ثلاثين شخصا غالبيتهم في السلك العسكري منهم قادة عسكريون خارج مناطق سيطرتهم محام الدفاع عبد الباصد غازي كتب على صفحته في الفيسبوك في حكم هو الأغرب من نوعه في تاريخ المحاكمات على مر العصور في جلسة أشبه ما تكون بالسرية المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعات تحكم على ميت بالإعدام وأضاف المحامي غازي قلنا للقاضي لا يحكم على ميت بالإعدام فعقبت النيابة بإلزامنا بإحضار شهادة الوفاة وأشار غازي أيضا إلى أن المحكمة الحوثية حكمت على عشرات المسؤولين الحكوميين بالإعدام ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم بالرغم من عدم تسجيل أي إصابات بيوباء كورونا في اليمن حتى الآن على الأقل يقول موقع يمن منتر إن الكمامات الطبية ومعقمات اليدين انعدمت من الصيدليات في العاصمة اليمنية صنعة وليد العصامي يعمل في مهنة صيدلاني يقول يمن منتر هناك هلع كبير بين أصوات المواطنين لشراء الكمامات بشكل غير متوقع وفوق العادة خوفا من الإصابة بفيروس كورونا وأضاف أصبحت أبسط الأشياء التي لا تذكر في حكم المعدوم نهيك عن المعقمات والمطاهرات والأشياء الأخرى التي تشهد ارتفاعا أو ارتفاعات سعرية كبيرة ألفت إلى أن الشركات المستوردة رفعت سعر الكمامات بشكل جنوني نظرا للإقبال المتزايد عليها حيث يعتقد المواطنون أن الكمامات سوف تمنع انتقال الفيروس إليهم محمد عبدالله محمد يقدم شرحا تفصيليا عن الطريقة التي يحاول الحوثيون تقديم أنفسهم بها وتصدير معركتهم باعتبارها دفاعا عن حق وأضاف الكاتف في موقع المصدر الأين يعلن الحوثيون العداء لأمريكا بوصفها الشيطان الأكبر وذلك تبعا للصورة والفكرة الصادرتين عن إيران الخمينية بخصوص أمريكا لم يتمكنوا ولم يحاولوا صياغة وطرح عقيدة العداء لما يسمونها بالهيمنة الأمريكية على أرضية الوطنية اليمنية لم يقوموا بصياغة مواقفهم وسياساتهم بمنطق ومفردات المصلحة الوطنية العليا لليمن إنهم ضد أمريكا لكن بإسم المسلمين والأمة الإسلامية لا بإسم الوطن والوطنية في المسرح الداخلي لجماعة تقدمون خطابا يصور الحرب من المنظور الإسلامي الشامل حيث الصراع يجري بين الخير والشر الفكرة الوطنية بالنسبة لهم أقل أهمية من أن تشكل عقيدة قتالية بمفردها فالعدوان هو عدوان سعودي أمريكي وصيوني هذا التعريف المركب هو حصيلة مزاوجة بين الشعار الخاص بجماعة الحوثي الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام وهو شعار مستوحى من ثورة الخميني وبين قضية السيادة كعنصر من عناصر العقيدة الوطنية على اعتبار أن السعودية من وجهة نظر هذه القضية دولة أجنبية معتدية على اليمن الإصرار على أن يكون العدوان عدوانا أمريكيا لا يمكن اعتباره عنصرا ثانويا في خطاب التعبئة الحوثية إنهم بذلك يقولون إن كانت صورتنا من المنظور الوطني مغبشة وبعيدة عن الكمال فهناك صورتنا من المنظور الإسلامي التي يسقلها كوننا نخوض حربا مع تحالف أمريكي ما ينتظرونه من المجتمع هو أن يقر بأحقيتهم في السلطة فقط تثمينا للشجاعة التي يتطلبها الاشتباك المميت مع الداخل والخارج على طريقة الجماعات الجهادية يقول الحوثيون باعتزاز إنهم في حرب مع العالم مجسدا في أمريكا وحلفائها في منطقة الخليج وذلك بالنيابة عن سائر المسلمين هذا القول يضمر اليقين الفخور بالحق في نيل مكافأة مزية تقديرا للكفاح الذي يعني ركوب المخاطر واحتقار الحياة في سبيل وعود مطلقة يصعب التحقق منها أو قياسها تعاني الدراما تلفزيونية اليمنية منذ فترات طويلة من تراكمات زمنية جعلتها تدور في حلقة مغلقة من السلبيات لم تستطع معها تجاوز نمطية الفكرة الواحدة والهدف الواحد وحتى الموسم الواحد بل وكما قالت صحيفة العرب الجديد لم تتمكن من تقديم المحتوى الفني الاحترافي على الرغم من امتلاك كثير من نجومها قدرات هائلة تؤهلهم لذلك في هذا الموسم طرأت عراقي الجديدة إلى جانب ما تركته الحرب المشتعلة منذ خمس سنوات حيث توقف تصوير بعض المسلسلات الرمضانية في كل من صنعا وعدا نتجة الخطوات والقرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا يقول أحد المخرجين اليمنين الذي فضل إخفاء هويته أن المسلسلات تحاكي جوانب من الحياة اليمنية في محافظات عدة بل وأكثر من دولة وهذا يتطلب السفر لتصوير بعض المشاهد حتى أن أحد أبطال المسلسل الذي يقوم بإخراجه عالق في الخارج وغير قادر على العودة واحد من أكثر الأخطاء التي تنعكس سلبا على جودة الأداء بشكل عام تأخير إنتاج الدراما الرمضانية في اليمن إلى ما قبل الموسم بشهر أو شهرين على الأكثر الإنتاج الدرامي اليمني يختصر على موسم وحيد يتنافس فيه المنتجون لإنجاز مسلسلات تعرض سنويا في رمضان لأسباب تتعلق بالمعلن وإعتياد الجمهور الدراما في اليمن لا تعد مجزية لعناصر الإنتاج من ممثلين ومؤلفين ومخرجين فدائما لا يتجاوز العائد المادي مصاريف بضعة أشهر يعود بعدها الطاقم لإنتظار الموسم التالي وكثيرا هي الوجوه التي تركت هذا المجال واتجهت نحو أعمال أخرى توفر دخلا مستمرا محنة جديدة تمر بها الصحافة الورقية بعد أن أوقفت العديد من الصحف العربية إصداراتها في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا معن البياري كتب عن هذا التوقف الإجباري للصحافة وأضاف في العرب الجديد كأن الصحافة الورقية لم يكن ينقصها إلا فيروس كورونا المستجد لإضعافها وانحسار حضورها العام بل ولتحتضر أيضا تجاهد صحف ودوريات عديدة في غير بلد عربي من أجل بقائها في هيئتها التقليدية ورقيا إلى جانب وجودها الإلكتروني الذي صار أكثر من ضروري بعد أن أقفلت جرائد عربية عريقة وكانت لها أدوارها الحيوية في أزمنة مضت وكذا جرائد ومجلات أخرى غير قليلة وهذه جائحة كورونا الرهنة تتصدى لها حكومات عربية بجملة من القرارات والإجراءات المشددة احترازاً وللحد من انتشار الفيروس ومحاصرته من بينها تعليق طباعة الصحف والمنشورات إلى إشعار آخر والمتوقع أن تكون لهذا الإجراء تأثيرات شديدة حدة على المطبوعات الصحفية بعد التخفف من الأزمة الكونية الرهنة وتراجع كورونا فإذا كان الإزرار عن قراءة الصحف الورقية يتسع يوماً بعد آخر مع النفوذ المتزايد للمواقع الإلكترونية ولمنصات التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي في الحواسيب والهواتف النقالة فإن البعد عن هذه الصحف سيزد أكثر وأكثر وهذا مجلس الوزراء الأردني في بيانه يوم السابع عشر من مارس آذار الحالي يذيع في بيانه المفصل قراراته للتصدي ضد كورونا منها وقف طباعة الصحف الورقية كونها تسهم في نقل العدوى كانت الحكومة الأردنية الأولى عربياً التي بادرت إلى هذا القرار المثير غير أنها الوحيدة التي رمت الصحف الورقية باتهام غير مسبوق وثقيل أنها تساهم في نقل العدوى بمرض كورونا ما قد يصيب العاملين في هذه الصحف بشعور من الأسى إذا ما جاء إلى جوانحهم أنهم لم يكونوا يزاولون عملاً إعلامياً وخدمة لجمهور العام بينما كانوا ينشرون مرضاً معدياً في البلاد وبين العباد وقد تجنبت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية هذه الصراحة في بيانها الذي دعت فيه ناشر الصحف والجرائد إلى تعليق إصدار الطبعات الورقية ونشرها وتوزيعها في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة وتفعيلاً للإجراءات لمواجهة تفشي كورونا حذرت منظمة الصحة العالمية من تسارع انتشار وباء كورونا وعنونت شبكة البي بي سي فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية تحذر من أن حالات الإصابة تتضاعف بسرعة كبيرة قالت الشبكة في التفاصيل أن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا وصلت إلى مئة ألف حالة بعد سبعة وستين يوماً من تسجيل أول إصابة في ديسمبر ثم سجلت مئة ألف حالة أخرى خلال إحدى عشر يوماً وبعدها سجلت مئة ألف حالة أخرى أو ثالثة خلال أربعة أيام فقط مدير عام المنظمة تيدروس أدنهوم غريسوسوس قال إنه ما زال من الممكن تغيير المسار واعتماد استراتيجيات صالمة في إجراءات فحص المشتبه إصابتهم بالفيروس واعتبر تيدروس أن مطالبة الناس بالبقاء في المنزل وغير ذلك من الإجراءات التباعد الاجتماعي طريقة مهمة لإبطاء انتشار الفيروس لكنه وصفها بأنها إجراءات دفاعية لا تساعدنا على الفوز ومن أجل الفوز نحتاج إلى مهاجمة الفيروس بأساليب موجهة مثل اختبار كل حالة مشتبه فيها وعزل كل حالة مؤكدة والعناية بها أيضاً وملاحقة كل اتصال اجتماعي وحجره مع تساع تفشي فيروس كورونا في مختلف دول العالم تقول صحيفة الشرق الأوسط يأمل الأثرها في النجاة من الفيروس عبر السفر إلى مواقع نائية لم يطلها الوباء ونظراً لتنامي إجراءات إغلاق الحدود أقبل ملياردرات العالم على استخدام طائرات خاصة ويخوت فارهة خلال رحلاتهم إلى ملاذات آمنة صحيفة تيليغراف البريطانية قالت إن قطاع الطائرات الخاصة شهد مؤخراً ازدهاراً مع توقف رحلات الطيران وإغلاق البلدان لحدودها ونقلت الصحيفة عن شركة إيلوت جيتس التي يقع مقرها في لندن أنها تلقت في نصف الأول من الأسبوع الماضي 260 استفساراً بشأن تأجير الطائرات مقارنة بعشرين استفساراً في الأسبوع العادي كريستوفر ويلمز مارتون الرئيس التنفيذي للشركة قال نشهد حالة الدعر الناس خائفون من الفيروس ويقولون لنا أخرجون بغض النظر عن التكلفة وأضاف الأسبوع الماضي قمنا بنقل أفراد عائلات ملكية في طائرات خاصة إلى الشرق الأوسط ومناطق نائية في كندا وجزر قبالة السواحل الإسكندنافية حنان الشيخ كتبت عن عودة العلماء والباحثين والاهتمام بما يقولون بعد أن كان دورهم قد تراجع وتضيف صحيفة الغد بعد أن تقهقر موقع العلم والتربية والتعليم لمراحل بعيدة بسبب تسيير نجوم ومشاهير الفن والرياضة والأزياء لمدة طويلة جداً كنا نعتقد أنها لن تنتهي بفعل آليات التكنولوجيا المجتهدة في إرساء معايير جديدة للمجد والاحترام بعد أن حصل هذا كله وبعد أن بدأنا نصدق فعلاً بأن المال يشتري كل شيء وأي شيء في الدنيا حتى راحة البال تطل علينا أزمة كورونا بعينيها الماكرتين لتوقظنا من سباة طال وخمول استشرى ويأس ملأ المكان لا مكان للشماتة الآن بالطبع ولا حتى للوم في معمعة البحث عن بارقة أمل تسعف الخائفين الملهوفين لسماع خبر جيد يعيد النبضة في عروقهم وأحلامهم وجلودهم وهمتهم نعم سنخرج بإذن الله من تلك المحنة سالمين ونتنفس السعداء ونشكر الله كثيراً ومن بعده العلماء والأطباء والصيادلة والمخترعين لأنهم جاءوا مثل السوبرمان من الأفق البعيد لسنوات طوال إلى سطح الأرض التي نتمنى أن نمشي عليها بأمان انهارت قوى المؤثرين بعد أيام قليلة من انتشار الوباء وصارت رسائلهم غير المدفوعة والممولة من الشركات الراعية ماسخة ومائعة لأنها ببساطة انكشفت على كم هائل من الجهل والغياب عن الواقع والحقيقة المعاشة بين البشر العاديين صارت القلوب معلقة بالإيمان وبالله وقدرته فقط والعيون متوجهة لذوي الاختصاص والخبرة فقط انظروا اليوم إلى ملايين المشاهدات والمتابعات على مواقع التواصل وقناة اليوتيوب مثلاً سترون أن فطرة الإنسان قد بدأت تعود إلى سكينتها ونظافتها كما البيئة والطقس والأنهار الجارية والطبيعة التي ارتاحت هي الأخرى من جرائم البشرية وبدأت تتنفس صحيفة الجاردين البريطانية نشرت مجموعة من الصور التي تظهر التحولات التي يحدثها كورونا على العالم وكيف أثرها على الحياة اليومية نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عدد من رسوم الكريكاتور التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في هذه الجولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر